وانا اعود وعزائي المشاهدين بعد فاصل مع الوستاذ عمر متولي قول لي غنوة نغنيها ايه؟ قول لي غنوة نغنيها قول لك غنوة نغنيها؟ اه انت لسه مصورة عندي امل كل غنوة اعتقد الناس قوليها جدا انت عرفها بس انا كنت بحبها وانو صغير قوي قول بيضة مشتلك حبيبي وامسح دموعك بداية اه منك من جمالك حتى دمعك جاذبية اتدلل علي دلل اتدلل علي اخيرا لا يتغلو غني ايه حلوة شكرا كاظم الساهر انا كنت بحب كاظم لدرجة اني اول ما ينزل الالبوم انت عارف زمان بقى منقعد جنب الان عندنا بيسموه الاستيريو المحل البيع الشرايط طبعا فكنا بنقعد نستنى اول ما يفتح عشان ناخد اللاي وبفتح بسمع الاغنية وانا بفتح المطوية بسموها المطوية اللي جوه دي اللي فيها مين مألف ومين مش بس كده مين عازف العود طبعا مين عازف الكرمانجا والله بقى ليه ببركز معاه انا للدرجاتي كنت بحوص من عشاء طيب اسمع بقى قصتي العكس بقى انا كنتش حاب قازم السافر مش عشان بس هننسبي له صوت وحش لا كان مستفزني ان انا بقى عايل لسه صغير هو لما طلع جديد مستفزني ان كل بنات قازم قازم انا بقى عارفت من حاجة بيخليك تعند واحدين يا استاذ مع الوقت بدأت ايه محبش قوي بس مع الوقت كم اغنية تعجبني وبعدين فجأة لقيته شكله زال امر في غنوة بتاعت قولي احبك كيتازي بقى الامر مع الله عرئيس البنات ففكيت معاه اوكي انا عكسك ثم ثم بقى شفته في حلقة مع مونة الشازلي حوالي بتاع ساعتين كده يعني ايه عم ده ايه 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 الاخلاق دي ايه الادب ده ايه الثقافة ايه التاريخ الطويل من الشغل والتعب والكفاح والجدعنم والوقوف مع عائلته ايه ده ايه ده يعني كازم الساير ده اكتشفت بقى في الغاق ده لا ده شخصية عظيمة اه يعني شخصية عظيمة في الوقتنا العربة انا انا كنت بحبه جدا انا طبعا من ايام عبرت الشط على مودك ومعرفها اوش مسلا اه مسلا في عنده اغنية اغنية لو هقولها لك دلوقتي مش هتعرفها من ثلاث غلحية بي ده يخاف من جارة الحبل اقول انا ايه طب انا هقولها بقى بنعندي فيك ارنب و ارنب مرور فارنب شوف شوف من ثلاث غلحية بي ده من ثلاث غلحية بي ده يعني اللي ثلاث غلحية بي ده بخاف من جارة الحبل بخاف من جارة الحبل ايو زي اللي بيتلسى عن الشرب ويوفق بالزبادية عبادية اه اه فا انا كنت بسمع له من ده فبعدين يعني يمكن اخر خمس سنين ما بقتش احبه غانيه زي ما بحبه مثلا بالنسبة لي اعظم عادي اه طبعا حابب غاني فترة معنا انا حبيت حبيت غاني فترة زي ما انا بحب مثلا مونير وبحب فاطب تسعينات اكتر من دلوقتي عادي فانا بزعل عليه يعني احبه جدا لدرجة انا بزعل عليه يعني بزعل منه اه لو غنو مش عاجبك طب معنش ثانية واحدة ما هي ممكن تبع عاجب الناس كتير اما انا معاك لا انا احجر انا انسان ديكتاتوري اه عسل يا جماعة انا ديكتاتوري وعشان بحبك عايزك ما تعملش حاجة عايزك تبقى زي ما انا عايز مو زي ما انت بتغني صح صح انا نية الجمهور دي اقولوكم بقى حاجة شفتها حالا انت بتتكسف كمان جدا اه يا يا خجولي يا كتا يا خلومي طب اقولك حاجة بقى من المناسبة دي بجد بقى انت عندك حاجة جدا اول مرة تكلم بنتي فيها بقى انك بقى الراجل عندك نوع من الكسوف حتى او في حتة موعينة بتتكسف اه حالا بقى هكلمني عن مرة توطرت فيها وانت بتكلم بنت او في الاوائل الوقت ما كان واحد بقى بيشيك بص يا سيدي انا نزلت من السعودية سنة 94 خلصت السنوية العامة كوي فنزلت سوريا عشان بقى خشي جامعة اه تزبط حاجاتك طبع دي ما حصلش اوكي فاشتغلت في محلي اول مرة بقى انا اواجه زبونة كويس جاي اشتري مني محلي بيبيع حجبات نسائية كويس وبتاعت الصوف دي اللي بيحيكوا فيها بالتريك وبيعملوا منها دي مش فقدامك زبونة جدا ففي زبونة عندي جات وانا في عندي كده بسطة صغيرة كده على الباب فيها شربات وفيها حجبات فوقفت بتقولي طبعا باللهجة الحمصية الحمصية دي حتى حمص احنا من حمص كويس احنا الصعيدة بتاع سوريا اوه اجبع ناس يعني مش هنا بيقول احنا صعيدة بتاع سوريا ماشي قتلي عندك كلسات اوه انا بقى بقى وشي احمر يا جماعة والله بقيت انفت كده والكلسات دي ايه اصلا انا ماشي اقول لك فقال لها محلي جنبنا يا مادام تقولي لأ كلسات قتلي اه محلي كمين قتلي امال دي ايه اه قتلي دي شربات قتلي ما ديه اللي عندنا اسمها كلسات طلعوا بيسموا الشربات في الحمصة كلسات اه انت بقى ايه اصلا اضربت ادنى كلسون لان في مصر كلسون بالضبط 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 فانت تخجلت عشان ايه تطلق انا تخجلت اه طبعون يكون عادي ديك اول مرة اوقفوا الدم اه بس الزبون التانية بقى مش عايزة كلسات خلاص بقى لاننا كلسات اختين بص بقى اقسملك بالله وليلين اللي ببقى فعلا مش عايزة اقفل الحلقة مع عامل الدرجة يا حبيبي انت منهم يعني ما تقول ليش هتقفل الحلقة للأسف طب اجيبك بتاني يوم نعمل جزء اه لا لا براحتك اي وقت تبا فاضي تعال نقعد نرغي بص عندي كاراكتر اسمه الجلعموتي حاجة اعمل معك لك اسمه ايه؟ الجلعموتي 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 بايه؟ يا لهوي تعال ده هينجح اه اه راجل عجوز جدا بالسبعين امم ومهدود حلو ينبرد صوته كده ويتكلم كده ممكن يعمل حياتي بيه حضرتك تعال انت عايز يبقى عجوز عايز له عارف الكاراكترات زي لورد ودرينجز وهوبتس والحاجات دي اللي هم بتاعوا عاملين له حاجات والشعر انت مثلت مسرح صحا اه انا خديك مسرح عشان كده نيرف ده الممثل اللي تلاقي عنده الباور والنيرفات المختلفة والصوت عالي وغير في صوته والجرأة تلاقيه فاكك قوي ده ده تعرف انه عد على مسرح يعني او مجنون معلومة او مالحوس فعلا مقبولة بغضا اه طلع يا اخ انت نورت والله العظيمان اللي اشكرك يا عمر يعني اتمنى ما تكونش اندلت ولا ازهقت ولا اديقت بص لا انا جدا مبسوط انت خيال قط انا طالع من هنا اخر لا 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 بس شعري كان حلو في اللقاء سكسي قوي جدا او ماي جاود بيقولي اوه الناس هنا خلاص دربة انا احنا اجموك انا درب كلنا حبيبي الف شكرا مبسوط والله جدا محمد القس صديق جديد لازيذ جدا واعتقد انتو حبيتو زيادة يمكن ويمكن تيك مي تو دا وولد هادا الاورر اللي كنت اعمله في المسلسل دا اللي هيوادين في ضructية لو عملتو في مصر ما حاتيش ه اجنلني خلص